دكتور أحمد أشرف عيسى استشاري أمراض القلب والأسطرة وطب القلب الرياضي المدير التنفيذي لمركز القلب الرياضي بمستشفى ودينيل فيه أوقات كتيرة أوه إحنا في قط الأسطرة بنلاقي فيه عندنا ديق في الشرعين التاجية لا يزيد عن 50% حتى لما بنعمله KCA ما بيزيدش عن 55% بس استلي العين سيمتوماتيك فيه أوقات كتيرة قوي بيبقى الواحد محتار أنت تحط سيمتور ألا طبعا فيه جايدلاينز عالمية لما بيبقى ديق في بروكسومال LED مثلا ومعها سيمتومز وسيمتومز أو إيكو تشينجز ده بيساوي أنت تعمله بي سي آي بتحط سيمتور فيه البارت ده لكن فيه أوقات بيبقى الواحد السيمتومز بتاعته مش مقنعة ليه كدكتور وفي أوقات كتيرة قوي بتلاقي الإيكو نورمال وهي الإيكو نورمال في اللحظة دي إحنا عندنا أسليب تانية ممكن وأكثر دقة زي ممكن نعمل إيفاس إيفار بنبدأ نعمل الإيفار بنعمل فونكشنل السيسمت أو في نفس السيشن لو الموضوع مش أفيلابل لا فيش إيفاس أو إيفار عندك أو إيفار إحنا ممكن نعمل فونكشنل السيسمت عن طريق المسح الزري في اللحظة دي في وجود سيجنيفكنت إسكيمية بنبدأ بيبقى الليجين زي إيفن هو 50% أقل من 70% إحنا بنبقى متأقنين دلوقتي إن هذا الليجين بيسبب إعراض الإسكيمية اللي بيشتكي منها المريض وبالتالي العلاج لي هيبقى بي سي آي انترفينشن إن احنا بنحط ستنت في ده في الليجين ده طبعا وفيه أوقات كتيرة قوي إن احنا بنلاقي صوانيك كده إنت ممكن تفسل حتريسة فيه أوقات كتيرة قوي وإحنا بنشتغل في طب القلب بنلاقي بعض المرضى نسبة النزيفة عندهم بتبقى عالية وبيبقى أنت محتار أن أنت لو ركبت ستنت دلوقتي وهو محتاج أنه يعمل أي تدخل جراحي في فترة مثلا شهرين أو 13 شهر بتبقى محتار جدا أنت توقف إيه الأدوية السيولة دول أنتي بليتليتس بقى فيه جيل جديد قوي من الدعمات دلوقتي يطالع بيستخدم دول أنتي بليتليتس وعليه إحصائيات كبيرة جدا زي الستنت اللي هي البيوفريتم اللي هي مدة شهر كامل وبالتالي بعد الشهر تقدر توقف الدول أنتي بليتليتس ويقدر المريض يعمل عمليته بسلام وبعد كده يرجع للأنتي بليتليتس تاني دي بعض النقط المهمة اللي أنا حبيت أن أقولها لزملائي الأطباء اللي في بداية طريق الانترونشنز وبالتوفيق لهم إن شاء الله بإذن الله اشتركوا في القناة موسيقى